نال الوفد الطلاب اللبناني من جامعة بيروت العربية المشارك بمؤتمر أبو دبي للبترال 2017 المركز الأول بمشروعه اللي قدمه من برنامج الطلاب عن استخدام التقنيات الرقمية بصناعة النفط والغاز هذا برنامج الطلاب كان مشارك فيه 16 جامعة من 8 أو 9 دول مختلفة وجامعة الوحيدة كانت شاركة من لبنان هي جامعة بيروت العربية وحققنا فيه مركز أول بهذه السنة هالسنة كان الطبك تابعه هو عن الديجيطاليزيشن يلي هو الاستعمال الاشياء الرقمية بالأويل أنجاز كيف قدرنا نجمع بين أربع بوينتز يلي هن كلهم مهمين بالأويل أنجاز قدرنا نجمعهم بطبك واحدة وكيف قدرنا نقصمهم على هذا اللي عدم اللجنة هونيك ويلي كتير صغر وأنه أول حدا بيعمل هكذا شيء بنقدر نستعمل الروبوت بيعمل كل شغلهم وبيقدر يوفر علينا أول شيء التقمين اللي لازم نعمله على الناس والخطر اللي عليهم والروبوت هو ما بيغلط مش مثل الإنسان تقريبا فينا نوفر شيء أربعين يوم للشغل بالحفظ فعنا أشياء تانية ممكن نستعملها هي مثل الفي آر اللي بتلبس على العيون فعنا مثلا ساعات فعنا كمان نقدر نستعمل الدرون اللي هي اللي بتصور هالأشياء منا خيالية يعني مش نحنا اخترعناها هي عن جد موجودة وفي ناس بلاش تطبقها فنحنا ليه ما لازم نطبقها ما زال فيها هي تحسن الإنتاج فيها توفر علينا وقت وأهم شيء إنه هي فيها توفر علينا مصاري هيدا المرة الأولى اللي بيحصد فيها لبنان هيدا المرتبة بواحد من أكبر ثلاث مؤتمرات للهندسة البترولية بالعالم والأول على مستوى الشرق الأوسط وبالحديث عن إمكانية تطبيق هيدا المشروع بلبنان كدولة لبنانية وين فيها تستعملوا هيدا الموضوع؟ كدولة لبنانية لأنه ما عندها شركة وطنية ما فيها تيجي تطبقه مثل بكل بوينتس تبعوله فيها دوني الاختلاع التطبيق السبعولة تطلب من الشركات أو الشركة الكونسورتيوم التي أتحايا إلى هنا أن تقدر تطبيق هذه التقنيات جديدة بالألية والأنجاز لتحفز الإنتاج يعني تعمل بإمكانها الأراضي وهذه هي هي الدولة التي تستفاد في البروجيك قدرنا نوفر على شركات البترول 275 مليار دولار كل سنة فهي الدولة إذا هي بفيلد أو باثنان بإيه البلوكس اللي موجودين عنا قدرت فيها تحقيق القليل عشرة بالمئة من هاي الأرائم يعني فهي توفر بحدود العشرين مليار دولار فيهم كل سنة وعن غياب دعم الدولة اللبنانية لهيك طاقات شبابية ومشاريع علمية عبر الطلاب عن تمانياتهم أنه يكون وطنهم بيحتضنهم بنمي طاقاتهم وبيستفيد منا نحنا عملنا شيء عن جهد لبنان لازم يفتخر فيه واللبنانية كلا لازم تنبص فيه حابين أنه الكل اللي يسمع صوتنا والكل يعرف نحنا الإنجاز اللي عملناه ويقدروا وينبسط لنا وينبسط للبنان يعني حد نحنا اللي رمحناها اللي مش لقلنا ولا للجامعة لللبنان كله فنحنا عنا طاقات شبابية كتير كبيرة وعنا بوتانشيلي كتير كبيرة كشباب وهيك بروجيكت بيجر غير بروجيكت وإشياء أحسن بعد ما دخل لبنان نادي الدول النفطية هرح تدعم الدولة هيد الطاقات وتستثمرها ليكون إليها حصة بمشاريع المقبلة؟ شكرا